شدد وزير الداخلية البحرينية الفريق ركن الشيخ راشد الخليفة على أن قطر تشكل خطرا على أمن دول مجلس التعاون من خلال استمرارها في سياستها المتفردة وتبنيها وإيوائها عناصر متطرفة وإرهابية مشيرا إلى أن قطر مستمرة في التدخل في الشأن الداخلي البحريني وتتجسس على أجهزتها الأمنية والعسكرية ما يهدد أمنها الوطني وضاف وزير الداخلية البحرينية أن قطر استمرت في تجنيس عائلات بحرينية ما يؤثر على أمن البحرين الاجتماعي ومنعت تصدير الغاز إلى المنابة ما اضطرها إلى التعاقد مع روسيا لاستيراده وعن التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي البحريني قال الشيخ راشد إن أهم أشكال التدخل الإيراني في شؤون البحرين هو تصدير الفكر المتطرف وتهريب الأسلحة والمتفجرات إضافة إلى نقل تكنولوجيا صناعة المتفجرات وتدريب أشخاص بحرينيين على استخدام الأسلحة والمتفجرات والمهارات الميدانية ولفت إلى أن إيران تركز في الفترة الأخيرة على نقل تكنولوجيا صناعة المتفجرات لدعم الإرهاب بالبحرين كما أن التعليمات وإدارة العمليات الإرهابية تأتي من أشخاص فارين ومتواجدين في إيران مشيرا إلى أن البحرين عززت القدرات الأمنية في مختلف النواحي لمواجهة مثل هذه التحديات ترجمة نانسي قنقر